رغم أن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلى أن المقترحة التشريعية لقانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر الشريف واجه عاصفة من النقد داخل مجلس النواب بل وصل الأمر إلى تشبيه المشروع الذي تقدم به الأزهر بقرة لهب بين المرجعية الدينية الرسمية في مصر ونواب بالبرلمان ولتوضيح أبعاد الأزمة معي في هذه الفقرة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا فاندن بحضرتك في البداية هل الخلاف داخل مجلس النواب على مبدأ حق الأزهر في تقديم مشروع قانون أم على نصوص المشروع خلينا نقول أنه الجدال داخل مجلس النواب أنه الأزهر الشريف لما تجاهل المقترحات التي قدمت من النواب سواء بمشروعات قوانين كاملة أو بمقترحات على تعديل القانون الحالي المقترحات دي أرسلت للأزهر الشريف من أواخر دول انعقاد الأول وتبقى للدستور الأزهر الشريف بيتطلع عليها ويشوف المواد اللي بتتماس مع الدين ويقول رأيه الشرع فيها وبعدين بتجلنا فبيبتدي النقاش فالاعتراض الأساسي أنه الأزهر الشريف تجاهل هذه المقترحات وفي الحقيقة هو تجاهلها لفترة طويلة حضرتك قلت كذا نقطة حضرتك قلت أنه تجاهل هذه المشروعات على الرغم أنه بيان مؤسسة الأزهر بيقول قاكس كده تماما هو نظر لجميع المشروعات المقدمة وأسس لجنة الكلام ده من 2017 زي ما حضرتك قلت من مدة طويلة والمشروع القانون الحالي هو مجمع من هذه المقترحات مع الإضافة اللي خاصة بالأزهر الشريف طيب خلينا نقول هو إحنا بنفسر الإجراءات بكل حد مع اجتهاد نفسه ولا بالدستور ولا إيها الدستور ولا إيها هل قالوا أن الأزهر لما يرسل ليه مسروعات قوانين يرد عليها بتقارير حول مسروع القانون للمؤسسة التشريعية ولا يكون هو وجهة نظر ذاتية عنده وبعدين هو اللي شرع في جميع اللجنة تشكيلها من 2017 سيادة النائب مع ذلك أنتو البرلمان لم يعترض لماذا تعترضونا الآن؟ تبت تشكيلها بشكل معلن يعني لو حضرتك تبعتي أو كنتم تبع الموضوع معنا في البرلمان إحنا في الحقيقة مجرد ما تم الإعلان أن الأزهر الشريف شكل لجنة عشان تصيغ مشروع قانون انتفض نواب البرلمان المهتمين بمشروع قانون الحرارة الشخصية وخاصة المقدمين مقترحات وقالوا أن ده تعدي على السلطة التشريعية وتعطيل لعملها ليه تعطيل لعملها؟ طيب دم 2017 نعم فان لماذا الصمت إلى 2019؟ في آخر دول العقاد لو حردت برضو تبعتي دول العقاد التاني والتالت والرابع اللي هو الأخير ده طول الوقت كان بيبقى فيه استعجال للأزهر الشريف أن هو يرد الأزهر الشريف ما قال شيء تمانا هاخد ملخص من القوانين بتاعتكو دي وعمل قانون وإنما كان رده في البداية أنه لم يتسلم مشروعات قوانين فاحنا طلعنا الخطابات الرسمية من الأمانة العامة لمجلس النواب للأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي هو الخط الرسمي لإرسال مشروعات القوانين طيب فبعدها قال مش أنا هرجع هواعمل أنا قانون لأن ساعتها برضو كنا هنعترض وإنما قال هي قيد البحث ثم كل دور انعقاد ييجي النواب المقدمين والنواب المقدمين يعني مسروعات قوانين والنواب المهتمين بالقضية يستمروا فيه مناشدة الدكتور علي عبد العالي ورئيس اللجنة التشريعية أننا نبدأ نقاش فكان اللجنة التشريعية أميل للانتظار لرد الأزهر الشريف الأهم بقى من كل اللي أنا بحكيه ده هل إحنا بنعمل شيء بدعة ولا ليه صوابق برلمانية قانون الأحوال الشخصية لما عد فيه السنوات السابقة سنة 85 وغير سنة 85 والتعديلات الموسعة اللي حصلت أيام برلمان الدكتور فاتح السرور قبل صورة يناير كان فيه تعديلات موسعة جدا لما راح التعديلات للأزهر الشريف مركنهاش سنين وما تقدمش باب مشروع قانون وإنما عمل تقرير رد فيه مش على تقييم القانون لأن القانون فيه مواد كثيرة لا تتماس مع الأمور الدينية ليه مجلس النواب يرفض أن يقدم الأزهر مشروع قانون خصوصا أنه متعلق بالأحوال الشخصية اللي هي مرتبطة أساسا بالشريعة الإسلامية خلينا يعني لو حركت تسمحيلي أن أنا أقول أن مجلس النواب اللي رفضوا حاجة واحدة أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية عن عمد ده رقم واحد ثم أن الأزهر في الحقيقة ما هواش جهة تشريع والأزهر لو عايز يقدم أفكار ليس الأزهر مؤسسة من مؤسسة الدولة لا حق التشريعية؟ لا حق اقتراح على ألي تشريعات؟ الأزهر بدستور 2012 ودستور 2014 في وصفه أنه جهة علمية مستقلة ولما حادثك تقرأي التعديلات اللي حصلت على واجبات الأزهر ما كانش من ضمنها التقدم بمشروعات قوانين وإنما كان بشكل واضح جدا إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي توجد بها مواد تتماس مع الشريعة الإسلامية وعلى الرغم من ذلك لو كان الأزهر الشريف رد علينا في التوقيتات اللي أرسلت فيها القوانين وبعد كده هو يعني اجتهد اجتهد وتقدم بمشروع قانون كده كده ما عندوش مصار إجرائي يجيلنا بيه قانون على طول وإنما كان هيلجأ لأحد حاجتين يأما يعطي مقترحاته لنائب يجمع عليها توقيعات ويجيبها للبرلمان كأن نواب مقدمينها يأما يبعثها للحكومة والحكومة إذا هتعد قانون تسترشد بما ترى أن تسترشد به من مواده إحنا إشكاليتنا الأساسية هو عدم الرد على مقترحات النواب كما يوجب ذلك الدستور المصري وهنا بقى الدستور هو المرجعية الأساسية لنا وللأزهر البعض رأى أنه هو تغول على السلطة التشريعية أين التغول؟ في الحقيقة في تعطيل عمل السلطة التشريعية يعني تخلي حضرتك الدستور بيقولك كمؤسسة لما يجي لك مقترح قانون لازم تردي فأنتي ما تعمليش ده طيب في حالة عدم الرد لثلاث سنوات كان المفترض بالدستور أيضاً إيه اللي يحصل؟ يعني في الحقيقة إحنا كنا النواب اللي تقدموا بمسروعات قوانين يعني قالوا إحنا نبتدي في مصارنا نعمل أو ننجز إجراءات النقاش وبعدين لما نوصل للصيغة النهائية نرسلها للأزهر لإستطلاع الرأي وبرضو كان من ضمن المقترحات أن إحنا مجرد ما هنبتدي نقاش ده هيفتح مجال أنه الأزهر الشيف لو عنده شيء يبادر بتقديمه لأن الأزهر في الحقيقة ما أعلنش التفاصيل دي إلا لما سمع تصريح مندوب وزارة العدل في البرلمان من أسبوعين لما قال إن في لجنة شكلت بقرار من رئيس الوزراء لإعداد قانون خلال شهرين فساعتها بس طلع تفاصيل لكن قبل كده وأكيد حدثت متابعة ما كانش طلع أي تفاصيل إحنا ده وجهة نظر اللي بقولها دي كنا بنقولها لزملائنا في اللجنة التشريعية زملائنا في اللجنة التشريعية كانوا شايفين أنهم يفضلوا أن النقاشات تبتدي لما الأزهر يرد في دولة العقادة اللي فات كان فيه اجتماع عشان منقشة المادة 293 اللي هو الخاصة بتغليز عقوبة الامتناع عن سداد النفقات فساعتها إحنا اتكلمنا مع اللجنة التشريعية أنه بما أننا الحكومة هنعدل المادة فبتكالي ما نفتح بقى المادة حتى عشان الرأي العام يبقى إلى حد ما مطمئن اتقال وقتها أنها يرسل خطاب للأزهر الشريف يتقاله فيه أن إحنا خلال شهر لو ما وردش رد أن إحنا هنبتدي نناقش وخلص دول الانعقاد ابتدى دول الانعقاد بقى حصل اللحظات التابعة في فبراير الماضي حضرتك كنت ضيف على أحد برامج قناة أكسترا نيوز المحلية وقلت أنه من حق أي طرف التقدم بالمقترحات حول تعديل الدستور أليس الأولى أن يكون من حق مؤسسة الأزهر الشريف أن يتقدم المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية مش ده طبيعي برضه؟ يعني يبدو أن أنا فكرتي مش وصلة برضو لحضرتك أنا بتكلم على أنه إحنا إشكاليتنا إيه؟ هل هذا أعتبرت عنه تجاه المؤسسة؟ إحنا مشكلتنا أنه ما ردش على مقترحتنا فعطل طب بس هو رد دلوقتي؟ لا فاندم هو رد دلوقتي حتى ما ردش على المقترحات لو حردت تبيعتي بيان الأزهر الشريف هو كأنه بيقول يعني أنا شفت اللي أنتو عملتوه فتعالوا أنتم بقى يعني معذرة في اللفظ على جنب بقى وأنا إيه؟ عملت بقى هلف الإجراءات والصوابق البرلمانية في حاجة اسمها كده؟ حتى لو أنت عندك مسروع قانون كمؤسسة لكن أنت ليك دور إجرائي تبقى للدستور مش حضرتك هترد على المتقدم لك وبعد كده حضرتك تتقدم بمسروع قانونك التصريح اللي حضرتك بتشيري إليه دوا ما فيش شيء يتعارض معه لا في الدستور ولا في الإجراءات يعني أنا لما بقول أي مواطن من حق أن يتقدم يعني حداك الخلاف هنا في المدة الزمنية لقضاها القانون داخل أروقات الأزهر الجدل أو إنجاز التعبير الاعتراض بعض النواب على أنه عدم رد الأزهر عطل عمل المؤسسة التشريعية عن القيام بدورها لفترة زمنية طويلة جدا في سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ التشريعي لمصر حتى في فترة التلاتينات ويعني ما حصل شيء أبدا أنه عمل المؤسسة التشريعية أن تيجي مؤسسة تحل كده محل وبعدين لما التشريع بيكون من البرلمان يعني ده المسار الطبيعي اللي الدستور قاله وبيأكد سيادة الشعب وبيأكد أن مرجعية الدستور والقانون هي المرجعية اللي فوق أي مرجعية أنت وعدد من النواب معروفون بالعدائية تجاه الأزهر وكنت مع المطالبين أيضا بتعديد المادة الخاصة بالأزهر في الدستور يعني برضو العدائية دي كلمة مصدقيقة الأزهر مؤسسة شرعية أنا أكدني لها كل تأدير وكل احترام كوني تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر لو حضرت قرأتي مسروع القانون ده من وجهة نظري أنا هو داعم للأزهر لأنه بيحيي دور الأزهر وكوني إحنا لما يكون في تصرف من وجهة نظرنا محل انتقاد فنوجهه للمؤسسة هذا لا يعني عدائية والنائب محمد فؤاد ما تقدمش بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر وله نفس الموقف وانه شايف انه عط المقترحه اللي قدمه في البرلمان لتعديل قانون الحالة الشخصية نتيجة عدم رد وقال دا على مرأة ومسمع في أكتر هل هذا يوصف أنه هو يعني حضرتك تروحي أنا بسأل البعض تسائل عن تسلح الحضرتك حضرتك ممكن تشوفي الموضوع في القطار ده لو كان الكلام اللي أنا بقوله ملهوز سند قانوني أو ملهوز مرجعية منطقية أنا هنا بتكلم على أنه إحنا كمجلس تشريعي دي سلطتنا تقدمنا بمسروعات قوانين زي ما الدستور بيلزمنا وكان من ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة نروح للأزهر عشان يرد طيب أخيرا عشان أقفل هذه النقطة لماذا ترفض مشروع قانون الأحوال الشخصية مقدم من الأزهر في حين أنه البرلمان بيقبل مشروع قانون مقدم من الكنائس للأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين في مصرح برضو لو حضرتك وصلت لحضرتك النقطة أنا اللي برفضه مش أنه أقدم مسروع قانون أنا اللي برفضه بشكل واضح جدا أنه هو عطل عمل المؤسسة التشريعية هل البرلمان المصري قدم فيه قانون للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين وأرسل الكنيسة حتى تبدي رأيها والكنيسة امتنعت عن الرد؟ هذا لم يحلس ولكن الأزهر لم يمتنع عن الرد وتأخر هل جاء لكم خطاب بالامتناء عن الرد؟ امتنع عن الرد بدليل أننا استعجلنا في دول العقادة الثانية واستعجلنا في دول العقادة الثالث واستعجلنا في دول العقادة الرابع ولما الأزهر بيقول أنا رديت ما ردش وما أرسلناش تقرير رد على القوانين قال لا أنا ردي العملي القانون بتاعي هو أنا بقى اللي بسأله هل في الصوابق البرلمانية والإجرائية في مصر؟ مش دلوقتي في تاريخ مصر هل ده طريقة الأزهر في التعامل مع مشروعات القوانين؟ طب بلاش كده هل ده معناه لو أنا عندي أي قانون في أي موضوع في أي مادة تتماس مع الدين وبعدتوا للأزهر الشريف يركنوا عنده ويطلع هو بقانون طب ما نلغي بقى السلطة التشريعية ويبقى الأزهر هو جهة التشريع يعني ده ده الفكرة مش الفكرة إنه قدم مقترح ما أنا قلت لحضرتك هو كده كده ما عندوش مصار مباشر للبرلمان وهو لي يعني يقدر طب بالنسبة للمشروع القانون الخاص بالأزهر بل ما أنا حدك بتقول إنه ما فيش مشكلة حل هيتم مناقشته ومراجعته النظر فيه؟ يعني زي ما حضرتك أكيد تابعتي إنه الأزهر الشريف قال إنه أرسل مشروع القانون ده للحكومة لما الحكومة أنا بسأل حضرتك وغض نظر عن متابعتي دفقه مور بيشوف ما أنا هو الفندم هو مش جيلينا هو راح للحكومة للحكومة الحكومة دلوقتي فيه لجنة مشكلة لمدة شهرين عشان تعد مشروع قانون موسع بهذا الخصوص تمام؟ الحكومة بقى هيبقى تحت نظرها مسروع قانون الأزهر ولو أي جهة أخرى تقدمت بشيء للحكومة ويغضوا من كل المقترحات دي اللي من وجهة نظرهم يحقق المصلحة تبعت الحكومة مسروع قانون هالينا في البرلمان تبقى اللي لقيحة يبقى مسروع قانون الحكومة أساس للنقاش ويوضع جنبه مسروعات القوانين اللي داخل البرلمان الآن مسروع قانون النائب محمد فؤاد مسروع قانون النائب عبل الهواري كمان ستة أو سبع مقترحات تعديل على القانون الحالي ويقرأ قراءة مقارنة فيبقى الأفكار اللي موجودة في قانون الأزهر يأما بعضها تبنتوا الحكومة في مشروعها يأما بعض النواب من اللي هيحضروا النقاشات دي يكون قرأ نشر في وسائل الإعلام من أفكار الأزهر ويحاول أنه يدخل بعض أفكار هو مقتنع به لكن ما فيش مصار تاني إلا لو الأزهر بكرة قال أنه أنا ديت القانون اللي أنا عملته للنائب فلاني الفلاني والنائب فلاني ده يجمع توقيعات عسر عدد الأعضاء ويقدمه كأنه هو وعسر عدد الأعضاء اللي تقدموا به وساعتها يبقى أحد المسروعات اللي تقرأ في نفس جدول المقارنة مش بقى باسم الأزهر وإنما باسم النائب اللي تبنى القانون وجمع عليه توقيعات أخيرا سبقوا عن أصدر مجلس النواب تشريعات أصارت غضب المعنين بها زي قانون الجامعيات الأهلية قانون التنظيمات النقبية ألا يخشى البرلمان أن يفقد شعبيته في دورته الأخيرة قبيل الانتخابات إذا دخل في خلاف مع مؤسسة كبيرة في مصر زي مؤسسة الأزهر الشريف يعني في الحقيقة طالما بندور مع الحق يعني إلا أنا إلا أنا تكلمته في كل كلامي ما فيهوش شيء فيه لا موقف ولا شخصانة ولا شيء أنا بتكلم في إجراءات قانونية ودستورية فأنا بقول للمشاهد الكريم من خلال حضرتك إحنا كلنا بيحكمنا وبيحكم أدوارنا الدستور الموضوع ما فيهوش خواطر الموضوع فيه أنا مؤسسة تشريعية كنائف البرلمان تقدمت بمسرعات قوانين تسبب عدم رد الأزهر في تعطيلي عن منقشة هذه القوانين وأداء دوري الدستوري والقانوني ثلاث سنين فأنا ده المعترض عليه هل الكلام ده يغضب المواطن؟ ما زندش أشكرك جداً أستاذ محمد أبو حمد شكراً جزيلاً وجودك معي شكراً فضلك